موسيقى 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 عيد المشاهدين مرحباً لكم في الحوار مع جانبو أسطر مجلس الدولة للصيني في يوليو عام 2014 اقتراحاً بشأن دفع سلاحي الذوني الهسجيلي لقام ومنذ ذلك الوقت بات تسجيل الإقامة في مختلف المدن يأخذ شكله الجديد كيف نحقق تقدماً جثرياً في نظام تسجيل الإقامة ومن التطورات التي ستجلبها هذه الخطوة الإسلاحية على مجالات توظيف ورعاية التبية والعناية بالمسنين إلى مدى ستفتح المدن الكبرى أبوابها أمام المغتربين لتسجيل الدوية على هذه الأسئلة ندعو ضيفين كريمين في ستوديو معنا هما الدكتورة جان هونهي أستاذ من جامعة الدراسات الدوية بكين أهلا وسهلاً أهلا وسهلاً والدكتورة لوين بو أستاذ مشاركة لجامعة هذه اللغات والثقافة بكين أهلا وسهلاً أهلاً سنبدو الحوار اليوم بعد متابعة تقرير التابع في خطوة على طريق تعميق الإسلاح الشامل أسترى مجلس الدولة الصيني في يوليو عام 2014 مقترحاً بشعن المزيد من تعزيز إسلاح نظام تسجيل الإقامة فيما يتعلق بإنشاء نظام محّد لتسجيل الإقامة مع إلغاء تمييز بين الإقامة الدائمة الزراعية والإقامة الدائمة غير الزراعية الذي شهدته السين لأكثر من نصف قرن وتشكل هذه الخطوة الإسلاحية أهمية كبيرة أنهو تخلص من العقابات التي ترتبت على ثنائية الريف والحضر ما يفته الباب أمام تسجيل مئة مليون مزارئ دون سكان المدن وتمتأ بكافة الحقوق وفقاً للقانون إضافة إلى تعزيز تعليم الإلزامي وخدمات التوظيف وتعمين الأمعاش التقاودي ورعاية التبية الأساسية وتعم الإسكان بخطوات فابدة وغيرها من السياسات الدائمة ذات سلا وهو ما يصهم في تحزيز العدالة الاجتماعية وتضييق الفجوة بين الأسرياء والفقراء وتعم تنامي الطبقة المتوسطة بالصين ومن أجل الضمان تنفيذ المقترح المعني بسلاسة تتكذ الحكومة تدبر إيجابية وفعالة لمعالجة كافة المشكلات التي تأرق الغريبية الأظمى من الأمال المهاجرين فالدكتور لو نبر حوار معك هل يعتبر نظام تسجيل الإقامة في الصين من خصائص الصينية هل هناك ما يشبهه في الدول العلين الأخرى خاصة في الدول الأرعبية نعم إن النظام تسجيل الإقامة أو نظام تسجيل الأسري في الصين لها بعد الخصائص الصينية ولكن الصين ليس الدولة الوحيدة التي تطبقت وتطبق هذا النظام كما هناك لعبان وكولة جنوبية وكولة ديمقراطية تطبقت وتطبق هذا النظام أيضا ولكن كولة الجنوبية قد ألقته في عام 2008 أما في الدول العربية ستعتقد هناك النظام المتشابه جدا لهذا النظام الصين يعني ما ميز الصين عن طقية هذه الدول هو التاريخ التويل لهذا النظام والاحتمام البالغ من الحكومة المركزية لهذا النظام كونها يتسل بكل التفاصيل من حياتنا اليومية في الواقع هذا النظام في الصين يبدأت من أسرة جو الغربية يعني قبل حوالي ثلاثين ثلاثة علاف سنة فكان يسمى بنظام دنرن ثم تتورت واستقمرت حتى أسرة حان فأصبح هذا النظام يسمى نظام بانهو ثم وصل هذا النظام إلى ذروته بحلول الأسرة طان وأسرة صونغ فأصبح مسميات لهذا النظام إلى النظام باوزع فهذا يعني قد وصل هذا النظام إلى ذروتها وقمتها في الواقع هذا النظام متأليخ هذا السجل الأسري في الصين أصبح جزء من الثقافة الصين الإدارية فهذا يستعدف بشكل مباشر إلى تعزيز إدارة السكان الذين يتفرقون في السكن في الأماكن المختلفة في البلاد بالإضافة إلى التوفير والتقديم الظروف المادية والموارد البشرية لتنمية البلاد فلهذا النظام أحداث سياسية واضح لو ننظر إليها من المنظار التاريخي وجدنا أنه ينميز بعد المزايا الأولى هو دائما يتصل بالمواطن بالمناطق المختلفة يعني ربط السكان بالأراضي التي ولدوا فيها فلا يجوز لتنقل الحر لحولها السكان والثانية هو إنكسام السكان والناس إلى طبقات المختلفة إلى أنواع مختلفة طبعا حيث يتدع التمييز في المعاملات بأشكال مختلفة وثالثا هو يعني يساعد على حفاظ على الأمن الاجتماعي في الواقع هذا النظام يستهدف أيضا إلى مساعدة الحكومة على تعرف على مختلف الأخلايا من الشبكة الاجتماعية وبعد ولادة الصين الجديدة لقد طبقت الحكومة المركزية نظام جديد من سجلات العائلية والأسرية ولكن سبب تأثرها ببعض الأناصر الثقافية تقليلية ما زالت تحفظ بجزء كبير من المختويات من النظام القديم طبعا في بعضها الإيجابية وبعضها سلبية جدا مثل وجود التمييز والفرق كبير جدا بين ما يعيش في المدن وما يعيش في الأرياث وهذا يؤدي بلا شكل عدم التوازن في أملية توزيع الموالد الاجتماعية كما قلت إن نظام تسجيل قامة أو نقول تسجيل الأوسري له تاريخ طويل في الصين هل تتقد أنه قاد تتقدم مع تتور الصين أم هو متأخر نسبيا في الأعصر الحديث؟ هذا النظام لها التاريخ الطويل ويتتطور لكي يناسب ظروف المختلفة لكل مرحلة من المراحل التطور ولكن لو ننظر من المرحلة الحادر نجد ما زال هناك بعض النقاط غير اللائقة تماما يحتاج وإلى طلب الإصلاح في الوقت المعينة هذا سبب الإصلاح في هذا المجال فالدكتورة جانج ناريف ما رأيك في تسجيل الإقامة أو تسجيل العائلي أو الأسري في الصين الآن؟ كما قال الدكتورة لو إن هذا النظام له سلبيات أو إيجابيات أيضا فما رأيك؟ في الحقيقة أن النظام المتبع منذ تأسيس الجمهورية الجديدة هو نظام صنائية التكوينة وهو منطبق على المجتمع الصيني الذي يقسم إلى جزئين منفصلين وهناك أربعة أو ثلاثة جهات على الأقل تهمها الإقامة أولا إدارة سكانية إدارة سكانية هي لازم من وظيفتها أن تجمع معلومات السكان الأساسية وإدارة توزيع السكان وثم جهة الأمن العام لأنها مسؤولة عن الأمن الداخلي وبعد ذلك جهات الهجرات الداخلية وأهم شيء الهجرات الداخلية لأن الإدارة للأمن العام وإدارة سكانها ضرورة يعني للأبد ضرورة ضرورية بنسبة إلى أي مجتمع لكن بنسبة إلى إدارة الهجرات الداخلية فهي النقطة المهمة التي نهتم بها لأن الإصلاح القادم سيطبع عليها كانت الهجرات الداخلية غير مسبوحة ممنوعة تمام تماما منع باتا لأسباب مختلفة يعني أولا حسب التوزيع المخطط يعني الحكومة تريد أن توزع السكان على أراضي البلاد بصورة تغطيطية ثم حسب حاجة العمل أحيانا لا بد أن ينتقل جماعة من الناس إلى مكان معين للعمل للكشف أو للاستثار أو لأي قصد اقتصادي وبعد ذلك هناك توطين إجباري في الحقيقة نوع من العقاب للمجرمين مثلا الذين تخلصوا من العقوبة ويعودون إلى المجتمع المدني لا يمكن أن يرجع إلى المدينة لازم أن يذهب إلى الرياف وبعد ذلك هناك سعي لجمع الشمل الأسرة يعني مثلا هناك أفراد الأسرة منتشرة في أنحاء البلاد فالأسرة دائما تسعى لجمع شملها أما النهاية فهي صعبة جدا الأسباب الأخرى من السهل تحقيقها لكن السبب نهايي من جمع الشمل الأسرة صعب جدا نظام سيطرة على الهجرات له درجات مختلفة هناك منع بات يعني منع نهائي مثلا من الريف إلى المدينة وهناك منع نسبي مثلا من المدينة إلى مدينة أخرى هناك منع مثلا عدم المنع مثلا من الريف إلى المدينة يعني بأقس تجاه نزوح المهم هذا ما جرى في المرحلة الاقتصاد المخطط هذا ما جرى قظيما قبل الإصلاحة والانفتاحة على الأعلم لها إيجابيات كما قال الدكتور هناك إيجابيات أولا سهل الإدارة والسيطرة وقلة الحوادث الأمنية هذا سهل الإدارة وثانيا تخفيف حمل المدن تخفيف حمل المدن وخاصة تخفيف التموين إلى المدنيين لكن السلبيات طبعا واضحة جدا أولا زياد ضغط شديد على الأرياف والفلاحين لازم أن يقدمون طرائب ورسومات وعليهم أن يبيعوا الحموب الغذائية بسعر رخيص جدا ثم الحفاظ على هذا الوضع الثنائي الثابت المنفصل أحدهم عن آخر أقول عن الجزء المدني والجزء الريفي الحفاظ على هذا الوضع الثابت فهناك حركات شنتها الحكومة في التاريخ لإجبار بعض الناس إلى الذهاب إلى الأرياف منها مثلا ذهاب الشباب المثقفين أثناء الثورة الثقافية إلى الأرياف ومنها أيضا مثلا إجبار بعض الناس على الانتقال إلى الأرياف للعقاب عليهم وبالتالي السكن في الريف يدل أولا على أنك فلاح والثانيا يدل على أنك أدنى درجة من حيث المكانة الاجتماعية لقد شهد عصرنا تغيرات كبيرة على هذا النظام شهد التغيرات رغم المشاكل الموجودة في ظل اقتصاد السوق لو لا تنقل سكان لما كان ارتفاع مستوى التكوين المثالي لعناصر الانتاج وأين نجد أيد العاملة الرخيصة؟ أين نجد المواد الانتاجية الرخيصة؟ لأن الخلافات كبيرة بين الهويات المختلفة في نظام كالتجيل العائلي يعني الصعوبات أكبر للإصلاح في هذا المجال فالدكتور هل تتقد أن هذا الإصلاح سيتم تحقيقه قبل عام 2020 كما هو مقارر في الخطة العسمية؟ نعم من المخططة ينتم هذا الإصلاح أو تنجز هذا الإصلاح خلال عام 2020 لا أعتقد هناك إمكانية كبيرة جدا لتحقيق أو إنجاز هذه المنجزات وتحقيق هذا الحدث ولكن قبل هذا لا بد أن نعيب لوجود بعض الصعوبات أو تحديات أولا علينا أن نجد كيف نواجه وكيف نحل هذه التحديات أولا أولا هو المنفذ والدافع الرئيسي لهذا نظام وإصلاح هذا النظام هو الحكومة المحلية بدلا من الحكومة المركزية ولكن حكومة المحلية دائما تتصرف للحفاظ على المصارح المحلية المصارح الخاصة بدلا من الانتلاق من تحقيق التوازن الأوضاع العام فهذا طبعا يؤثر على الدفع هذا الإصلاح وينقصها ينقص الحكومات المحلية الدوافع الكافية للدفع هذا الإصلاح على سبيل المثال حكومات بلدية بكين لديها صراحية كبيرة لتوزيع الإقامة إلى كثير من المحاجرين ولكن معظم هذه الفرصة يقتصر على الجماعة ذات الدخل العالي وذات الكفات ومعاشرات الدعلمية العالية أما الأقلبية الساحقة من الأمال الفلاحين المحاجرين فلا يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة لأنهم لا يتفق الأحداث والمصارح الجوهرية لتنمية مدينة بكين فهذا يعني المنافذة الرئيسية ينقصهم الدوافع الرئيسية للدفع هذا الإسراح ثانيا هو التقريفة العالية لهذا الإسراح قد شكل تحديا كبيرا على المستويات المختلفة من الحكومات سواء كان الحكومات المركزية أم الحكومات المحلية وهذا طبعا يؤثر على خطوات الإسراح أيضا على سبيل المثال لو انضم عامل فلاح محاجر واحد إلى سجل الأسر لمدينة كبرى فلازم يتم الدفع المسبق من الحكومات المحلية من أجله يعني للضمان في مجال الضمان الاجتماعي والخدمات العامة والضمان السكني والتربية والالتحاك الأولاد إلى النظام التعليمي الإجباري وعالي وتربية المسلمين إلى آخره كل هذا قد شكل يعني عبوا كبير والضغوط كبير على الميزانية للحكومات المحلية أما الجزء الأخير هو الوصول بعد المدنة الإملاقة قد وصل إلى النقطة تشبعي لو تقبلت مدينة سكان أكثر مما تستطيع أن تتحمله فهذا بلا شخص يؤدي إلى ما يسمى بأمراض المدينة على متمثلة في تدهور البيئة وازدهام المواصلات مثل زيادة نسبة ارتكاب الجرائم أو مغالاة الأسار العقارية إلى آخره في الواقع ألم باكين والشانهاء وكونشو هذه المدن بالخطة الأول تعاني في هذه المرحلة لو فعلا نفتح هذه المدن بوابها للأمال الفلاحين المخاجرين ربما هذه المدن بالضبط يعني هذه المدن بالخطة الأول ستصبح الدفعة الأولى من الضحية نعم طبعا فشأرت بقولكم لأن الحكومات المحلية هي مسؤولة أكبر لتفرح هذا الإصلاح ولكن إصلاح لنظام تسجيل العائلي ليست إصلاح فقط لهذا المجال بل إصلاحات في كما قلت الدمانات الاجتماعية لتحقيق العدالة والمساوات بين مختلف الناس في الصين فلنوصل للمناقشة في هذا الموضوع بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعرض إليكم يبقوا معنا مرحبا منكم جديد موضوعنا اليوم حول الإصلاحات لنظام تسجيل الإقامة في الصين فالدبطورة جانج لاحظنا أن مجلس الدولة يحظ على الإصلاح التدريجي في مجال نظام تسجيل الإقامة ويعني ترى الحكومة المحلية إلى شهادة الإقامة كخطوة أولية تليها خطوات متتالية أخرى فكيف ستعمل شهادة الإقامة الافتقاء بمعيشة 245 مواطن متناقل في الصين أرى أن هذا بداية على الأقل بداية لإصلاح نظام الإقامة بطاقة الإقامة تعني أن الشخص الذي ينتقل إلى المدينة ويشتغل بها يجوز أن يحصل على حوية مؤقتة للإقامة في المدينة طبعاً هذا ليس عوية شخصية نهائية بطاقة الإقامة هي تجربة من التجارب الإصلاحية وأيضاً مبادرة شجاعة لحل المشاكل الموجودة الآن نحن نطبق هذا الإصلاح في المدن الكبرى أولاً في شانخاي وبكين وكونشو وغيرها طبعاً قد حصلنا على بعض الخبرات من خلال هذا الإصلاح وخاصة استفدنا منها لإدخال الأكفى والكوادر القادرين بالنهضة باقتصاد والتمنية المحلية والحاصل على البطاقة يتمتع بنفس المعاملات المدني وأولاده يتمتعون بنفس الحقوق في دخول المدارس المحلية والجامعة المحلية إذا توفرت له كل شروط وبذلك يعني كمرحلة وبعد ذلك يمكن أن يتحول هذا شخص نهائياً إلى مدني لكنه تجربة فقط تجربة مؤقتة لماذا؟ لأننا الآن في مرحلة انتقالية لذلك أي تجربة هي ممكن أن نقول لها صفة انتقالية ومؤقتة وهي نفعية عملية ليست حلاً نهائياً للقطية والحل النهائي هو إزالة الفجوة بين المدنيين والريفيين وبين المدن والأرياف وإزالة التمييز لا نقول تمييز أمصري لكن تمييز المدني والريفي بين المدنيين وريفيين في الحقوق والواجبات لذلك أن أي فارق بين هؤلاء بين المواطنين يدل على عدم التكامل وعدم الشمولية للسياسات الحكومة التي تتبع في ناحية التوزيع وتقسيم المواطنون واحد يعني نفس أي رفي أو مدني يجب أن يتمتع بنفس الحقوق نعم قلت أن أحداث من أحداث إصلاح في نظام تسجيل الإقامة هي يعني إزالة الفرق بين مختلف الناس في صين مثلاً بين المدنيين والريفيين وبين يعني الناس في مختلف المدن ولكن قلنا أيضاً الدكتورة رو يعني هذا الإصلاح تعلق بالإصلاحات لمجالات يعني عناية بالمسنين أو رعاية التوبية أو يعني توظيف أيضاً فكيف يعني تدفع للحكومات المحلية هذه الإصلاحات في مختلف المجالات في وقت واحد أنا فعلاً أنا مع دكتور جان في القول بأن حمشة هذا الإصلاح وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في كل المجالات طبعاً من أمنها التوظيف وتقديم أرخدمات التلبية ورعاية المسلمين والأرفال إلى آخره إن تحقيق هذا الحدث أولاً إذا طلب التصميم القمامي من الحكومة المركزية وودع ما يسمى بالسياسات التحفيزية للحكومات المحلية بالإضافة إلى إصدار بعض الأوامر والمطالب الواضح للحكومات المحلية وإدماج أو يعني الاندماج وودع نسبة تقطيع الخدمات العامة للأمال الفلاحين المحاجرين كأهم معشرات لتقييم أداء الأداء الإدارية للمسؤولين المعنيين وهذا بالإضافة إلى الإقامة العالية المشتركة لتحمل النفقات أو التقليفة للعملية تمديم من قبل الحكومة المحلية والشركة والشخص هذا أولاً يعني لتخفيف الدغوة المفروض على ميزانية الحكومة المحلية وثانياً هذا يوفر فرصة للشركات والمواسطة تجارية للتحمل المزيد من المسؤولية المسؤولية الاجتماعية على سبيل المثال يمكن للشركة ترحمل التقليفة لتدريب وتأهيل الأمال ليساعدهم على اندماج في الحياة في المدينة هذه الأطراف ثلاثة يواجه نفس المصارح وتستفيد من نفس المصارح وتواجه نفس المخاطر وتغوط يعني كي يحف الخطوات عملية مدين للأمال الفلاحين المهاجرين وثالثاً أخيراً أعتقد يمكن للحكومة المركزية أن تساعد على بعض المدن المتوسطة والسقيرة الحجم لتطور نفسه لتغفيف الدغوة المفروض على عاتق المدن الإملاقة الكمرى على سبيل المثال كلنا نعرف أن المدن الشرقية في منطقة السحرية تقثل فيها فرص توظيف وتعلو جودة الخدمات العامة فأصبح محطة على نار والخيار المنثالية الأول لمعظم الأمال الفلاحين المهاجرين أما المدن المتوسطة وصغيرة الحجم في المنطقة الغربية يبدو أن جاذبيتها أقل بكثير بالمقرن مع نظيراتها الشرقية ففي هذه الحال أعتقد الحال طويلة الأمد ولكن الحال الجوخري والأساسي هو تنمية منطقة الكمرى وتنمية هذه المدن المتوسطة وصغيرة الحجم لكي تجذب مزيد من الناس للتوطين في هذه المدن لتنمية نفسها لتحقيق ذات في الحياة أعتقد هذا ممكن أيضا على أساس تحقيق التوازن في الأوضاع من حيث المدى تنمية يعني سبب رئيسي لتشكيل السلبيات في نظام تسجيل القامة هو الفرق كبير بين مختلف المدن أو المناطق في الصين وهذا السبب أيضا سيكون الحل الجوهري لهذه المشكلة فدكتورة جان لحظنا أن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أشارت إلى أن إصلاحاتها في نظام تسجيل القامة أو تسجيل الأسري سيكون لها تأثيرات محدودة في المدن الكبرى فما أسباب لذلك؟ هذا واضح حسب تقرير الأكاديمية العلوم الاجتماعية هناك فرقا كبيرا جدا بين السياسات المدن من مدينة إلى أخرى بالنسبة إلى المدن الكبرى العملاقة ليس من المحتمل أن تزيل عتباتها لدخول المهاجرين بل سترفعها أكثر فأكثر لأن هذه الجوهر من الإصلاحة لن تؤثر عليها كثيرا هناك مثلا نزع الناس إلى النزوح إلى المدن الكبرى لن تصد في هذا الوقت لأن المدن وخاصة البناء التحتية لها لا تتحمل لذلك في العقيقة هناك صورة لتحقيق الإصلاحة مدن من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين هي مفتوحة نسبيا ومدن من مليون إلى ثلاثة ملايين مفتوحة شبه كامل والمدن أقل من مليون هي مفتوحة نهائيا يعني اللافر ممكن أن يري فيه أن ينتقل إلى مثل هذه المدن الصغيرة بالمرأة يعني سهلة جدا أما بالنسبة إلى المدن الكبرى فلاها ظروفة خاصة كما قال الدكتور أن سكانها أولا ضخم العدد وبعد ذلك البناء التحتية يعني محدودة ليست كبيرة جدا ولا تتزع لهذا العدد الضخم عن المستطاعة فليس من المحتمل أن تقبل المدن الكبرى العملاق كبكين وشانخاي وقونجو أكثر من العدد الحالي بل لازم أن توزعها إلى المدن المجاورة أو البناء من خلال بناء المدن الغمرية التابعة لها هكذا السياسة يعني لأن الإصلاح لا يتم خلال يوم والليل فيتسأل الناس ما المغزى لإصلاح ذوم تسجيل أسري إذا تأثرتها غير كبيرة في المدن الكبرى التي عدد المؤتنين المتنقلين أو المحجرين في هذه المدن أكبر فدكتورو ما جوابك؟ أعتقد السعي وراء الحياة أجمل والمستقبل أكثر إشراكا هذا هو حق شرائي لكل واحد وكل مواطن في العالم مثل هذه الرقبة يجب أن تدرك الإحترام لكل المجتمع ولكن بنفس الوقت علينا أن أعتقد أن قوطين العدد الضخم كهذا في المدن العملاقة يعني أمر مستبعد إن لم نقول مستحيل بل هذا يحتاج إذا طلب المدة أطول إذا طلب الحل تدريجيا بدلا من الحل صفقة واحد فعلى صناع القرار يعوب بأن لكل المدينة هناك المحدودية مثل ما تفضل الدكتورو جان قبل قليل علينا أن ندعى في اعتبارنا الحجم المدن والسكان المدن والظروف المواصلات والبيئة إلى أهلية في اعتبارنا عندما نخطط هذه العملية تمدل للأمال المهاجرين عددها الدقم جدا وبنفس الوقت على هذه المدن أن تعمل على إيجاد الظروف الخاصة لحل هذه المشكلة يعتماد على ظروف الخاصة التي مختلفة واحدة عن الآخر فأعتقد مثل ما تفضل الدكتور جان قبل قليل بالنسبة إلى المدن الصغيرة للحجم فممكن أن يكون مفتوح ممكن أن تلغي نظام السجلات الأسرية تماما ممكن أن يقبل كل من يريد لديه رغبة لانتقال إليه أما بالنسبة إلى المدن الصغيرة ترجمة نانسي قنقر